فيديو النهاردة هيكون مختلف عن باقي الفيديوهات اللي انت شاهدت فيديو النهاردة هيكون فيه فيديو ولكن مش اي فيديو فيديو النهاردة هيكون عن المنحرفين الفقديل الشفففين زي اللبانة ولكن قبل ما نبدأ حط لايك الفيديو يشترك في الكنفة على الدراسة باحتباني عن السترام خلينا نبدأ مش محتاجة تغني معروفة والله اللي بعضة عايز اعرفكو على واحدة كده بتبقى عارفة ان هو بيحب امراته جدا وعارفة ان هو مخلص ليها جدا بس هي مصرة توصل له وتتعرف عليه وتتكلم معاه زي اخوها لأ وشوفوا النظر اللي في الاخر معرفش انت عاملوا اللي ايه جانبا مفيش حد في العالم مايعرفش دي مين لكن اللي حبه قوله لكم الولية دي مظلومة جدا هو اسمها اللي جاب لها كافية لكن هي مش كده جاي بقى اللي ما تعرفوش عن الولية دي ان هي مخلصة جدا الله يادرش جاعد يصير والله شايفش كدر جاعد تظلموني وما بتعشرش غراج الواحد اللي هو الاسد بتاعها يعني مش كل من المعدة تبقى المعاملة ودي ازاي الكلبة الكلبة اي الكلبة معدي يلا انت ورزقك الله ولا مالي ألمدي انت ورزقك انما الولية دي عمرها هي لو عشرة اسد واحد هو اللي تفضل معاه مش كل اسد معدي بقى يروح موجب معاها ابدا بتهجم عليه وتديره الوش التاني عشان مرعيها الاسد التاني في غيابه تشايفين الوفاء اللي عندها انما الكلبة كل من معدي مش هيستعف عليها خالص؟ انت ورزقك انت ممكن تلاقي شن الكلب وقفة كل واحد متستني دوره اوفيه تو جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه لكن دي رغم الشرف اللي هي فيه مظلومة معانا لكن اسمها اللي جايب لها كافية انت صح عندك حق لكن معلمة اللي بعضه ساكن دايما للخلاف هموني حال فيه يعزرونا اللي ومسي فيه كنتو من يومكو شفا فيه هادي عليكو على هين الفادين اللي في المعارك جاحتين انت رجعت للكهرابا تاني؟ لا حول ولا قاتل لا بالله والله شيء اللي بعضه اهرب عشان انت ملكش مستقبل في البلد دي مش هتعرف حتى تلاقي أساسيات حياتك لو عندك أحلام وعايز تحققها ما تقعدش في مصر للأسف بلدنا مش المكان اللي ممكن نحقق فيه أحلامنا يا كل اللي يشوفنا في فترة دي السياسة روح كندا اقولك روح امريكا اقولك تعالى عندنا في النرويج هناك في النرويج هتتعامل معامل غير هيدوك سكن ويدوك مركب شهر ولا اقولك تعالى في ايطاليا ايطاليا بيموتوا في المصريين تحس ان هم شبهنا نفس التعامل ونفس خفة الدم والعشرية لكن انا مش عايز اطلع بيه انا خوفاَ على النساء العالم عندك شكل خوفاَ على بنات العالم ومراعية لشعور الشباب اللي هناك ومعاملش فيتن ما بينهم اكون ما عنده في الشارع رايح اجيب حاجة اي فاتشوفني واحدة وهاتروح صايفاَ اللي معاه وتجري وراي كل ذا ها كده فهمين بالي او اكون قاعد في حتا اوå كون فاشل البنات روح بغم عليها انجبلون بصر منيين عشان نفوقهم لاني دايما يتقال لي يا محمد انت لو رحت اي مكان برا هتأمل فيه من جمالة كلفة تانة وده مش مشاهدتي بشعادة اللي بيكونوا برا وبييجوا هنا اخوكم وانترنسلون لكن عشان بهبكم افكر في الموضوع اللي اجلوكم هنعملها واللي ايه? اللي بعته هيجننه كل شوية عايزين نجس عايزين نجس طب انا سألت عليه لقيته بمية واربعين جنيه في الساعة كل شوية عايزين نجس عايزين نجس اهدأ هيجي بدينا الفقرة اوحنا جلنا الفقرة من شوية وحطيت شطة وسبع بهارات ده كله حطيته مع النجس وحطيت كمان هو هي اكلة المتأكدة دي اكلة ولا المتأكدة مفيه المهم الربع كيلو فراخ عمل بتاع خمسين حتة نجس انم شوف عكمل الفيديو ده يعلمونه حقا الفهانا وشوفها وبعد ما تاكلوه يبقوا اختصروا عشان الطهرة وادي اللي بأضوا لما حد يسألني عن انجازاتي دا اين جذيت مدمرة حياتي في احلى من كده الله اي بداع اللي بعضوا يا جداعان شايفين economist عاريرة اللي الواحد بقه فيها عمل اتخلل اسمع مرتين لما قال مصحف فاكروا لله كلنا دمعنا يعني حضرتك مش غريبة شوية لان احنا تعرف اللي الذهب غيلي والناس مش لاقي اصلا الدهب ولا الشباب اعرف اتجاوز ولا اي حاجة هو حضرتك يعني انت عندك برد او والله اعز انف البرد مش راوح مني يا جدعان البرد هيموتني اشو هتخذت تكملي طب والله يا حضرتك فعلا الراجل محترم انا وقفت واحد قبلك واختر الدهب للأسف لا حول الله قليلي الادم مطرباص ما عرفش ان اللي يقرب من ربنا ربنا بيديلي كل حاجة الفلوس في الضعب والحاجات دي ما هي الا زينة الحياة والدنيا ومهما تعملهم في الدنيا مش هتاخدهم معاك اخرك متر في متر يا ابن ادم اقوم لو مزع على حد اقوم صالحه اقوم امشي كتباش هاشفره كبك الله عليك يا شاهد في الافلام بتكون حاجة وفي الاعلام وعمل الفيديوهات وارشادة النصيحة حاجة تانية كان مش غريبة شوية ان احنا انت عارف يا السلامة عالنصيحة الحلوة اللي بعده يا بيت ازا ما كانش معايز في فرح الاولانية كنت عملتي فينا ايه صلى على النبي كده علشان بعد بكرة هنروح نجبيك من محكمة القصة اكتر واحدة تحط شط على الموديد وصيرش كله بيعاية 건물 مش عارف عيش من بعده الابعده ماشي أكل محنة بشهورة أحاااااااااااااااا يانيحة كان بيعايصي فرح الاولانية خائي في زعية يا الان لو اتأفات التمامة بجد الكبه ا هو مان برض cooldown ستبت تبدي تنتم معيالي طب يا جماعة الاعمال اعمالش حاجة غلط والتانية دي عمري مسوفتها في موضوع لو قد كده بتخليه قد كده فأمرها ما تقول كلمة طيبة قبدا لازم تحط حب تشطى وطوابط كبير اللي هو تخلي الموضوع ليه طعم تاني فمين بالي؟ اللي بعضه لما اسمع ألبوم عمر الديب الجديد اه الألبوم حلو على الفكرة وزي ما فيه أغاني لكك في أغاني فرح انت اللي بتختار اللي هو عضو ما عليش يا حاجات لقى تقلقنا عليك سوية وانت يا حاجة ارجعينه الراجل بيقول لك من يوم بعيدك ومش بعيش رغم الفراء ما فارق تنيس عندك وقفة الحياة الراجل بتقلم في وعدك تعيش انت عمر معقولة كون ما وحشتكي سايفة السعور اللي هو فيه يرجعينه يا حاجة اليوم اللي بيعد علينا النهاردة مش هيعد بكرة ما تضيعوش انت بقى ففراء وكلام فارد الراجل بيحبك اهو ربنا يهبس الركو اللي بعضه هلو ايوه يا ملك تعالي لدو وقتي لاحل كوفيل خلاص ما لا تلوح الكوفيل وتخلاصي ابعادين للسالة ايوه يا هند تعالي لدو وقتي يلا هوي يلا هوي يلا هوي بلو طلع خاين اه يا عميل عارف ملك الملك والهند على مين على اتماء رفيكة النجاع شايفين الصدمة اللي هي فيها انا خدتي الضربا بكاتف انا خدتي الضربا بكاتف انا خدتي الضربا بكاتف تعالي لي دو وقتي تعالي لي دو وقتي عا حص فقت ايه تقول الدم ده تعالي لي اكدمهاك ربك بيقفش الخيانة لو بعد حيل ربنا خلاها تيجي وتقف ورا الشجرة عشان تحط صباح بو اه وآنا خايفا انا خايفا انا وتعرف ان TOYig ومالوش امان وبتاع نسوان انا واحد حرمكي وبتاع نسوان تعالي اللي اكد معكي انت لحبيت ابوكي ايه لا انت ابوكي انت بتقول ايه انت لحبيت ابوكي حملت ابوكي انا بس انا حاجة طب خلاشي وتعالي لي ايوه يا اسمين انت بايك النهال ده مين دي اللي تجينك على الهد ايه اللي انت بتقوله ده وعدك انت تأخلت علي انت بكلم ثلاثة لغاية لما انا وقفة وانا سمعات امثلم ثلاث بنات ثلاث بنات في وقت واحد يا بله ازاي بقى طب اكنعني انا عاش حضرتك بتكنعني ازاي وبحب الصنف الناعم وادم ما الدنيا ما في هاسي الصنف الناعم ما يبكل هاسي طعم تطلع منحرف جدا بيحب الصنف الناعم ومين ما يحبش انه هومه لكن ده مش موضوعنا موضوعنا ان يبله طلع خايل ما يتأمنش لكن ده مش مصري ابدا لإذن الراجل المصري عمره ما يقول ولا يعرف طعم الخيانة طبعا من رابع المستحيلات يخونك المصري المصري ما يخونش ده مش كلامي ده كلام الفاضلة الإعلامية يو يو ما عندهوش عرق الخيانة الله عليك انت تأخذت علي لوحي ولا خديب دي لوحي؟ لوحي ولا خديب دي قوامك بعت كل حاجة كده بتقولك انا خطبتك قلت لها لوحي 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 سيب لوحي لوحي وضعي معاكل للأول انت تأخذت علي يا لوحي ولا خديب دي يخرب باتك بلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جنبهم. حاجة. الله عليكم جدا. اللي بعضه. انا اتخطط. ليه ما قلتي لي? عشان العيد. لا يا امه لا يا لا. اللي بعضه. حالتك المدالة ما تبقى سنجي. الحمد لله الواحد ولا مرتبط ولا معه اللي بعضه. حبيبي دايما بيتكلمني يقول لي يا محمد تعلاني ننزل نقاط قلهم مش فاضي. احنا هنهزر مع بعض. قل لي بعضه. كان وشك حلو علي. كل اللي انت شايفين. مايجيش واحد في المية من لانا لسه ما قلتوش. مع راشي ليه عند بعض البناطقه ده معيني حاجة حلو والله. هنت خلي كده تبقي ماشي. انت اطول مني مصر وانا ماشي عامل لك. واو. احسن ما افضل عامل لك كده. رقبت هتقع. لكن تخيلي لو كده. ماشي رفع رقبت كده. ماشي معك عامل كده. حاجة جميل. اللي بعضه. يعني انت مش شايفة نفس الغلطانة انا. افضل حال. اللي بعضه. اه خد المية يا يا عبد. خد يا حبيبي مختك المية ايه. انزل بقى ايه اوصل لدومك كده وشرب عشان ايه المية تببتعها مشاكلك كده. انت واحدة ما عندكيش قلب راعي ربنا. يا روح عالبي بابي. بقول لك ايه. تلبس بجنيه. ايه ده ده بيعيط يا عيني معيش مهدير. اخو ده هي طوانا يهمك. بقول لك ايه. ارزع. ايه. تلبس ايه معيش مهدير بايه أل jadi مش معي ايه. تتكنيل انا وبنزلك الوحش ده بودانك ديه تتكنيل عربة منزلك الوحش ده وبودانك ديه. ده وانت 죄 مختصب ين انت بتعمله ده المشروع مبيعملش كده المشروع بيكون عمك او 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 اووو. يا منك面 كنف موتك. ربعة مش مقصادة على المشهدات بجد على عينه وعلي رأس. انا بيضا ريق عليهم لحد بفهمني نلق. حسسسس. ناتج يمكان مدن小زي غلينة علي يا صيف ريجا ربي. اعرف ذاكلم مغربي. ايه ماند ايه هو? شفي البنات وعميرهم. اه يا لت الادد مش كفاية الموز والخيار والجزر والبهالي سلطة وسكتين يا رخيصة يا رخيصة طب تعال ادخل في حد هنا؟ لا انا فيش اخوي اغنكسح ده الملاف السعد المشلول ده؟ اه اعزم الله هنعمل وكيه ما عندهمش باتنين جنيه دم ده مش هيتكلم اه وانتهت الكصة على كده عشان خاطر يعملهم انها جزء تاني مشوق ماشيين بالستراتيجية روبي شوق ولا تدوق لكن ده اللي جعان وعايز دوق انما الحمد لله نشابعان وماليش اللحم الخنزير فمضطر هقول اللي بعض اللي بعضه المصر تلع عليها عندي الفلوس ما بنيت فاموس عندي الحق اللي بعضه الرجالة اللي بتدعم براند بانليم اي مضربة مع مية ممتع اي 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 معكة اللي بعض حبيبي رضيت ولا ما رضيت انا شايفة رؤيات ان قصة حبي انا وياك قصة اسمها قصة عنيفة ورأوا دونها التاريخ خلاص يعني لا لسه حبيبتي يا كيف ضمك ولا اي حاجة نهائي وجيتم اديياله اللي موجود وشوفي حبيبي ويخش على الرسائل انا ببخافش من حد ما انت يا حبيبة ألبامك ما انت يا حبيبة ألبامك مش مردي يا اخوانا حبيبتي تعالي بحب نخوكي وعياتي قال لي انت الايميل عندك بتاعك ما فيهوش حاجة تخليني تخانق معاكي لا دا بيتلكف بقى فعلة حبيبتي ارميله الدبلة في ويشه راح واحد يجي مكانه مية ولا ايا يا دكتور عاطية لا هوا طول الفترة دي بيصلي آي الحمد لله يعني مش معناته ان هو بصلي يبقى مش متككلك يا خايبة وبعدين يا حبيبتي وبعدين اللي مش وصك فينا مياستهلش عنينا حبيبتي ولا ايا يا دكتور عاطية فترة دي بيقول لها بصلي وبياستخير ربنا فيك بياستخير اه مش فاهم حاجة هو مش فاهم حاجة مفيش وحد باقصني واستخير ربنا يعني مخطوب لك بقاله كم سنة وجاي يعمل الاستخارة ما خدتاش ليه في الاول لما رحت تشوفها ولا انت عشان مسافر حاطت عينك على حد برا طب لو مسافر وحاطت عينك على حد برا ها يا خوية ما تجيش تعيش لدور الشريفة يا خوية اه ما انت يا خوية لو بتحبه مش هتشوف غيره لكن انت مش بتحبه الله عزم انا متعب فانت عايز تدوكيه وتخلص منها اواء عشان لما تطلع برا تشوف واحدة تانية ده تلكيك يا خوي وانا عارفه توتو على كبوتو ده عيال توتو وتتخدوش ولا ترتبته بعيال توتو اه قال ايه وايه بقاله اكتر من سنة وبينستخير ربنا فيه كاكدق في كيب دك وكيب دي اللي جابك مش كفاية البنت راضية به اه اه لا انت ترميله الدب لفوشه وتشوفي غيره ده دي ربنا يعلم المسلمين وبعدنا عن عكا يعقو يصلي ويستخير والفار يلعب في عبه عبه او دبه دبه اللي هو الدب كاكدق الديبب ياللي نييتك راح في حتة تانية انا هريفكم عارفكم انا هقول لها هريفك اللي حصل قال لي انت عندك اكاونت تاني اكاونت باونت اه قلت له عندي شطرة اني طب اديهوني دولي روح تم اديهونه البت لحد دلوقتي مش غلطانة بحاجة قال لها هات الاكاونت وليه زرنامي ادي تهمله لكن هو باين عليه ود بن لئيمي بيتلكك ليه البت ما بتكدمش يا اخوي عايز يخلع يا اخوي على هناك عشان يروح ياخد واحدة معاه الجلسية ويعيش هناك هو وهي ولا ماما عملت النحش يا كبدي تبزنبها اه البيت المسكينة دي الولاية مسكين في منهم حبة تعبية عشان نمجى بالتفجيل لا فيه اغنية اه اغنية ايوه فيه عدية زي بتاعة عمري دياب ايه صابت يا اختي عشان اغنية عمري دياب اه اغنية انت بتتلكك يا والي تالهضمي ما بقى لك باجي لو تامر قدت عملتي ايه انا الشك دخل عالبين واتشك دخل الشك عالبه خلاش اتشك تي سيبك منه هيجيلك اللي احسن منه اللي بعضه قول لي ما اجفتح كتاب عقب عندك شي ان شاء الله طب ما انت عملينك ببيتين انه بك سوائل عقب ما اجريتين ويقعد انت تمرقع كده وضيع بقى في السنة لحد ما تيجي على البنان تحر بقى نتعدت منكم اللي بعضه اكتر برج ما يوقف اكل وهو مكتق الفينال كاميرا واوا كاميرا واوا ايه الكتب ده اللي بعضه انا في الشات عنده لما معرف انه بدأ يموف قلني مني تطوع شيك ستولت نسان طب حست بالنر والأسان من انت حامل خبره اللي بعضه اشتغل لحد ما تجيب عمر الدياب السوق العربية ويشتغل فيه دي عربيته اللي بعضه ايه ايه انا الموافق طب يلا نص ينط فين القناة دي محترمة السلام عليكم ايه الحلوة دي بسم الله ما شاء الله ايه التحرص ده ده السابق ده السابق طب بقول لحضرتنا ايه بقول لك وانت مالك دخل عليك ده ليه نقصك لبانا وتبقي بيت شق بحزام الاجرام اللي انت لابساها ده نص شعرك برا وعملالي الطرحة كده نقصك بقى يتعبليه بقول لك ايه انتا مش هيسترف عليها خالص اراوه عليك بربعمية في الساعة وتقفل من بعيد بقى لو ما حد شافت تعمللي كده ايه دي لها ايه في ايه بجد في ايه مش فاهم انا لما تعمللي كده هيروح قلب واقع في رجلي انا مش بحبش مال انا بعدين بتفكرني الله ترمي نفسك في البحر مكمل خمسين الف جنيه ترمي نفسك معايا ايه ترمي نفسك معايا يعني واحدة جاءة تسألك على حاجة مخلافة داخلة بتعيتها كأنها شق وداخلة تقول لك تشارك معانا في التحدي فانت اول ما تشوفها تقول لها. القمر ده. قولك ايه? هتنط في البحر هتنط معايا. بجاب. الله. البس عبية. ايه حنكس? يا لو يا مجنون انت بتعمل ايه? اكبر يا جدعان. يا جدعان يا جدعان يا جدعان. طبعا يا جماعة زي ما شفتوا معانا الناس اللي وفقت طبعا يا جماعة ده اكبر غلط انك تودي نفسك ترمي نفسك في البحر عشان خاطر فلوس ممكن انت ما تتلاش او يحسن. حياتي بقيت اجمل بكتير انا حصت عالم بالتغيير. او ماي جد بجد دايما بتعرض علي وانا ماشي على النيل كده يجيلي حد يقول لي ايه محمد ترمي نفسك في البحر وديه فلوس بشوف بقى نفس يعني كتير بتموت. يا لوي. سفل اتحايا دي. هنا في مصر بقى يعني بيبقوا ماشيين متخرطقين في دماغهم. ماشيين نعملين نعملين كدر. او 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 او. اللاصر من لم ترمي Natasha ا Savannah nem you, فادي وده انتوبيد وماشيين من انا اتزهم وده فيديوهر